ايضا اذهب الى زميلة درية عاطف حيث يتبع وزيره التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبدالغفار بالفيديو كونفرنس مع رؤساء الجامعات بدء استخدام تكنولوجيا التعليم الالكتروني في شرح المقرارات الدراسية لطلاب الجامعات درية يمكن كنا استعرضنا جانب من هذا التواصل بين الوزير وبين رؤساء الجامعات مزيد من التفاصيل معك من هناك طبعا فضلي تحياتي لك ايمان وجميع السبب المشاهدين بالفعل اليوم هو اليوم الاول لمتابعة نظام التكنولوجيا التعليم الالكتروني في الجامعات بعد ان وجه الرئيس عبدالفتاح السي سي بي وقف الدراسة منذ اليوم وعلى مدار اسبوعين وتتم المتابعة من قبل دكتور خالد عبدالغفار وزيره التعليم العالي والبحث العلمي لكن المزيد من التفاصيل حول ما شاهدناه منذ قبل قليل كما ذكرت يعني ينضم لي الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس على الجامعات برحب بك فاندل في البداية على شاشة أكستروني أهلا بك أهلا بك دكتور يعني لو في البداية تطلعنا على متابعة اليوم الأول لهذا النظام المتابع يعني على مدار اسبوعين دلوقتي طبعا زي ما السابتك تعرفي إحنا كنا ابتدينا مش في كل الكليات كان في بعض الكليات ابتدت تطبق نظام التعليم الإلكتروني بنسب مختلفة ممكن في ناس ستطبقوا كانوا بيطبقوا 2% في ناس 5% في ناس كانوا وصلوا 30-40% لكن لم يكن يطبق بشكل كامل فزي ما إحنا بنقول إن رب دارة النافعة إحنا طبعا الناس كلها دلوقتي بقت فوكس تماما إنها تطبق هذه البرامج البرامج دي طبعا أنا بس بطلب من الناس كلها إن تدينا الوقت البسيط إن إحنا حيطلع في مشاكل حيطلع في بعض الاختلافات حيطلع في كزا إحنا ده نظام جديد علينا لازم يبقى عندنا فرصة إحنا بنعمل كل ما جهدنا إن إحنا نقدر نطبق النظام التعليم الإلكتروني على أكمل وجه إن شاء الله لكن لو إحنا وصلنا نسبة التطبيق 80% يبقى هيبقى ممتاز وحيبقى إنجاز غير مسبوك صراحة بنا وبين كل الدول إحنا ابتدينا النهاردة زي ما إنتوا شفتوا وزي ما شفتوا التجارب مع الطلاب هي على فكر نظام التعليم الإلكتروني ده لازم يبقى من جهتين من جهة الأستاذ ومن جهة الطالب يعني لازم الطالب برضو يبقى تفاعل والطالب يقدر يتمرن عليه لأن إحنا مرة واحدة لما بتنقل نقلة من النظام الكتاب لنظام التعليم الإلكتروني بيبقى عايز تدريب فالتدريب ده إن شاء الله نبقى يعني بياخد وقته بس إحنا إن شاء الله نتفاعل وفي خلال الإسبوعين دول يبقى لما مرة تانية نيجي حنلاقي إنه الأمور تحسنت كتير قوي يعني فندم من خلال متعبة حضرتك النهاردة شايف يعني تفاعل الجماعات خاصة اللي كان يعني لم يطبق فيها نهاردة النظام من قبل يعني شايف تفاعلها إزاي النهاردة في اليوم ده لا التفاعل أكتر من المطاقع وأحسن من المطاقع بكتير ما فيش جامعة من الجماعات السبع عشرين جامعة حكومية لم تتفاعل بل بالعكس كله ابتدى يعمل بالنظام أو آخر بنستعمل أنظمة مختلفة للتعليم أنظمة التعليم الإلكتروني متعددة إحنا فتحينها دلوقتي بنجرب أكتر من نظام وممكن يبقى نظامين أو تلاتة نجحين وممكن أنظمة تانية بيبقوا مصعبين شوية فإحنا في المرحلة دي لكن أنا طبعا التجربة دي بعد أسبوعين هتبدي حاجة تانية خالص للجماعات كلها سواء والطلاب والتفاعل وإن شاء الله دي بتخلينا ندخل إن إحنا السنة الجاية يبقى جزء أساسي اللي هو نظام التعليم الإلكتروني ويبقى خاطئنا خطوات جامدة فيها إن شاء الله أيضا أفندم يعني خلال الفيديو كونفرنس شاهدنا يعني رأي أحد الطلاب في هذا النظام يعني لو تكلمنا عن الطلاب وتفاعلهم مع هذا النظام هو الطالب اللي كان موجود ده كان طالب من كلية الطاب جامعة المنصورة هو قال كلمة زريفة أوي معالي الوزير سأله انتهى رأيك في البرنامج فقال له لا أنا منجير البرنامج دلوقتي ما نعرفش نزاك لأن هما كانوا مبدينين دول من الجامعات اللي كانوا أو من بعض الكوليات اللي كانوا ابتدوا في البرنامج ده من قبل تعطيل الدراسة بمدة كجزء اللي أنا قلت لسياتك عليه إن هما كانوا أخطوا خطوات وما كانش لها أي علاقة بأزمة كورونا لكن كانت الخطوات اللي هما كانوا سابقين فيها الكوليات التانية هتبتدي تدخل وفي الآخر النظام دوا إن شاء الله يعني يبقى بداية لإلجاء الكتاب الجميعي والاعتماد على التفاعل بين الأستاذ والطالب يعني أخيرا يا فندم يعني الألية المتبعة لي متابعة مشاركة الطلاب في هذا النظام هل في ألية لي متابعة مدى مشاركتهم في هذا النظام؟ طبعا السادة رؤساء الجماعات جميعهم بيتابعوا واحد واحد بيتابعوا كل الكوليات اللي عندهم وبيجي لهم تقارير من السادة العمداء وبيحاول يحسنوا لكن احنا شايفين التفاعل صراحة غير مسبوك من السادة العمداء والأسادزة ومن أول المعيد كلهم عايزين ينجحوا تجربة وإن شاء الله تبقى تجربة نكحة إن شاء الله إن شاء الله يفيدن بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والشكر بالطبع موصول لكم مشاهدين الكرام على طيبة المتابعة وده لك إيمان مرة أخرى في الستوديو أشكرك جزيلا دورية عاطف مرسلة أكسرا نيوز على كل هذه المعلومات وأيضا شكر موصول ضيفك الكريم بالطبع